من هو مخترع المصباح الكهربائي؟ توماس إديسون مخترع المصباح الكهربائي اخترع الأمريكي توماس إديسون عن المصباح الكهربائي وطوره واخترع نظاما يعتمد على توليد الكهرباء بالإضافة إلى آدات تسجيل الصوت كما اخترع العديد من الأجهزة التي لعبت دورا كبيرا في التأثير على البشرية وهو رابع المخترعين الأكثر إنتاجا في تاريخ البشرية وذلك لما أنجزه من اختراعات هائلة مثل آلة التصوير السينمائي وتطوير جهاز الفوتوغراف واختراع المصباح الكهربائي المتوهج الذي يبقى لمدة طويلة وأطلق أحد الصحفيين عليه لقب ساحر ميلو بارك حصل إديسون في سنة 1903 على براءة الاختراع التي شملت اسمه كما تضمنت البطارية الكهربائية والاقتراع الآلي والصور المتحركة ومسجل الموسيقى وساهم أيضا في تطوير نظام توليد القوة الكهربائية وتوزيعها على الشركات والمنازل والمصانع وهو من أوائل المخترعين الذين اعتمدوا مبدأ العمل الجماعي والإنتاج الشامل الذي اجتمل على نطاق واسع من أجل اختراع واستطاع أن يكون أول من أنشأ مختبرا للأبحاث العلمية ولد هذا المخترع طوماس إديسون في مدينة ميلون في ولاية أوهايو في الحادي عشر من شهر فيفري من سنة 1847 ودرس فيها لمدة ثلاث شهور حتى أتم الثانية عشر من عمره وبعد ذلك انتقل إلى بيع الصحف على السكك الحديدية مما مكنه من الحصول على حق بيع الصحف بالشراكة مع أربعة شباب آخرين وبعد ذلك تم ترقيته وتعينه كمسؤول عن إرسال الرسائل بعد ان استطاع إنقاذ طفل أحد الموظفين في المحطة وخلال ذلك الوقت تمكن من اختراع آلة تلغرافية ترسل آليا على خط واحد دون الحاجة إلى وجود شخص مستقبل أو مرسل ثم انتقل إلى العمل في بوستن حيث كرس كل حياته في الاختراع والبحث ما هي أهم اختراعات توماس إيديسون استطاع توماس إيديسون تسجيل أكثر من ألف براءة اختراع له واستعمل خطا واحدا من أجل إرسال البرقيات مما مكن أليكساندر بيل من اختراع الهاتف تمكن من اختراع الهاتف الكربوني استطاع اختراع المصباح الكهربائي في سنة 1879 والذي حقق نجاحا كبيرا نقل مختبره إلى ويست أورنج في نفس ولاية نيوجيرسي في سنة 1887 اختراع محاكي الصوت في سنة 1877 والذي يعتمد مبدأ عمله على تسجيل الصوت ميكانيكي على أسطوانة مصنوعة من المعدن أنتج أول فيلم صوتي له سنة 171913 طور وركب محطة الطاقة الكهربائية المركزية الكبيرة في سنة 1882 والتي تعد الأولى في العالم ثم تطور بعد ذلك على يد المخترعين الأمريكيين جورج ونيكولا تيسلا تمكن بعد الحرب العالمية الأولى من اختراع نظام التوليد للبنزين ومشتقاته من النباتات استطاع سنة 1888 من اختراع كينيتوسكوب الذي يعد أول جهاز لعمل الأفلام تمكن من اختراع تليغراف لاسلكي لاستعماله للاتصال بالقطارات كما اخترع بطارية تخزين قلوية ذات قوة كبيرة بفعل تجاربه الكثيرة وخبرته الواسعة حصل طماس إيديسون على براءة اختراع سنة 1980 لنظام توزيع الكهرباء والذي يعتبر مصدرا أساسيا للاستفادة من المصباح الكهربائي واستطاع بعدها من ثمانية سنوات تأسيس شركة إيديسون الخاصة بالإضاءة حيث أنشأها سنة 1882 ويمكن اعتبارها أول محطة كهربائية امتلكها مستثمر في نيويورك واستطاع أيضا تشغيل محطة توليد الطاقة الكهربائية سنة 1982 والتي يعتمد مبدأ عملها على نظام توزيع الكهرباء حيث وفرت 11 فولت تيار مستمر وتمكن من تشغيل أول محطة لتوليد الطاقة البخارية واستطاع استعمال أول نظام موحد للإضاءة الكهربائية في مدينة روزيل ونيوجرسي في نيويورك توفي توماس إيديسون نتيجة تعرضه لمضاعفات مرض السكري في 18 أكتوبر من سنة 1931 وذلك في منزله الكائن في حديقة لويلين في مدينة يوست أورنج في ولاية نيوجرسي ودفن خلفه